السلام عليكم. في سؤال جاي هل عشان الشغل باب ما لازم اكون عارف معماري وانشايا بكهرومكانيكال? لو كلام ده صحيح ما كانش حد الشغل باب مخالص اصلا. ما فيش حد في العصر الحالي معماري وانشايا بكهرومكانيكال وين وشمال ما فيش هتامل حسابات ايه ولا ايه ولا ايه. زمان كان ممكن كان موضوع ابسط وكان موضوع ممكن يتلام. انما دلوقتي احنا نشغلين في مشاريع كبيرة ومشاريع متعملش قبل كده يعني صعب جدا الموضوع المهندس الشامل او الفنان الشامل كان زمان لنوردا فنشي كان نحات ورسام ومهندس معماري وبيعمل اجهزة حربية وكان بيصمم فستين للسيدات بتاع الاسر وخد جايزة لان هو كان عمل ناي حلو فخد جايزة على عصفة بتاعه فالموضوع ده بيش موجود دلوقتي فانت انت فكرة في البم ان انا بيبع عندي كل قسم واحد فاهم قسم بتاعه يعني واحد انشائي فاهم هو بيعمل ايه تمام فاهم برامج التحليل وفاهم شو بدرونج وواحد معماري فاهم هو بيعمل ايه فاهم برامج المعماري ما انا باستغرب لما لقي واحد معماري وبصور انه هيتعلم حاجة بيش تابع خالص هوه ما كملش المعماري يعني ما فيش حد بيعربة ريفت وماكس لا هو خد حتى من هنا وبعد كده قال لك ايه طبعنا تعلم حاجة كهرباء تعلم حاجة مكانيكا تعلم التشدد ده التشتت تشتت بيخلي ولا حاجة بيخلي مالوش اي لازمة خالص مع احترام من الجميع بس لما هيجي يعمل شغل بش يعمل شغل طب يا فرحتي ان انت تعرف ميت برنامج وانت بش عارف تخلص لي حاجة تمام يعني انا عايز منك منتج معينة تعرف بتعملهولي انت انت رجل بتاع مكانيكا اعمل لي جزء بتاع مكانيكا وانت القهرباء اعمل لي جزء بالقهرباء جزء انشاء يعمل لي جزء بتاع الانشاء مثل البن ان هو بيقدر يوفق بين الرسم في الحلال بيوفق بين الاقسام المختلفة بحيث انهم يعملوا شغلهم ويتأكدوا ان ما فيش حاجة خاطف حاجة ان الشغل ما فيش كلاشات فكل واحد يركز في مجاله ما حدش يتعد حدوده ويخبط في حد تاني